هو ضروري يعني ألبس الخمار؟ يعني هو الخمار ده فرد؟ قبل ما أقولك الخمار ده فرد ولا لأ؟ تعالي الأول أفكرك أننا موجودين هنا في الدنيا علشان نجهز شنطتنا اللي هنروح بيها الجنة وهناك في الجنة هتلاقي النعيم اللي ما يخطرش على بالحد فكل طاعة بنعملها هنا بنشتري بيها مكان في الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة شنطة الجنة اللي بنجهزها دي بقى بالنسبة للبنت لازم يكون معاها فيها الخمار لأنه هو الحجاب الشرعي اللي ربنا أمر به وليضربنا بخمورهن على جيوبهن وعلشان كده الخمار مهم جدا أيوة يعني إيه الفرق برضو بين الحجاب والخمار اللي عاوزنا لبسه؟ ما أنا أصلا محجبة إحنا اتفقنا إن ربنا أمر بالحجاب في قوله تعالى وليضربنا بخمورهن على جيوبهن صح ولا لأ؟ طيب الحجاب اللي ربنا أمر به في الآية مجرد إننا نغطي الشعر؟ لأ ده أمرنا بحجاب يغطي الشعر صحيح بس كمان ينزل من على الراس لحد ما يغطي الجيب اللي هو منطقة الصدر مش بس طرحة قصيرة حوالين الرقبة أو طرحة زبانيش أو من غير دبابيس والرقبة بينه هتقول لي بس ده الخمار هيكبرني وأنا لسه صغيرة هقولك أول حاجة ما تخفيش خالص مش هيكبرك ولا حاجة ثانيا بقى قوليلي إيه الأحسن؟ خمار انت حاسة إنه هيكبرك بس هتخدي حسنات بكل خطوة مشيتيها لأنك رضيتي ربك ولا لبس تاني مش هيكبرك بس هتخدي بيه جبال من السيئات مع كل خطوة انت بتمشيها إيه اللي تحب تشيلي معاكي في شنطتك اللي هتقابلي بيها ربنا إيه اللي تحب تشوفيه في كتابك يوم القيامة جبال حسنات ولا جبال سيئات سمعي كنت بتقولي في نفسك دلوقتي ماشي مقتنع بس ما فيش حد من صحابي لابس خمار أنا كده هبقى وحيدة وغريبة في وسط زميلي وأنا بقولك هتبقي أول وحدة تلبسي في وسط زميلي وده معناه إنك هتاخدي أجر كل وحدة عملت زيك بعد كده وتشجعت بسببك ولبسته هي كمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بيها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء أقولك طب بلاش كده خليهم محدش خالص لبسه وفضلتي أنت بس تعرفي إنك بتمسكك بخمارك ده وصبرك عليه وغربتك دي وتمسكك بدينك هتاخدي بيها أجر خمسين شهيد لا 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 استني مش أي خمسين شهيد ده خمسين شهيد من الصحابة أيوة النبي اللي قال كده في الحديث إن من ورائكم زمان وصبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم يا لي تيجي يوم القيامة ويكون أجرك زي أجر شهداء الصحابة هتكون فرحتك إيه بقى في اليوم ده يلا خدي قرارك وما تتردديش البس الخمار وثبتي عليه وخليك من النهاردة سفيرة الحجاب الشرعي في مكانك تقيل مزانك بأجور كتير وشجعي صحابك ابعث الفيديو ده يلا لكل أصحابك وقول لهم وقول لهم يلا نلبس حجابنا الشرعي اتشجعوا الجنة تستاهل رسائل